السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة هنا على قناة قعدة سيمة في حلقة المهاردة هنتكلم عن مسلسل موضوع عائلي بجزء الثاني وعن موعد عرض المسلسل ده وقبل نبدأ أعزائي المشاهدين اعملونا رايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة عشان أي فيديو يجيلك أول بأول لما ينزل على القناة الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي اتعرض في سنة 2021 وكانت عدد حلقات المسلسل ده عشر حلقات وكمن بطولة مجد الكدواني ومحمد شهين وبيشاركوا البطولة سامة إبراهيم ومحمد ردوان وبعد نجاح المسم الأول من المسلسل ده بيقرر صناع العمل ان هم يعيدوا النجاح ده بجزء تاني وجزء تاني ده هيكون السنة دي هيتعرض المسم التاني من مسلسل موضوع عائلي في يوم 22 ديسمبر من الشهر الحالي عشان يكمل المسلسل لنهاية السنة الحالية مسلسل موضوع عائلي هو من اخراج المخرج أحمد الجندي واللي ليه إخراجات قويسة جدا أبرزها الكبير قوي وطبعا المسلسل ده ليه ذكريات وعلامة كبيرة جدا مع ناس كتير قوي وكمن بيشارك في كتابة المسلسل ده المخرج أحمد الجندي ودي حاجة قويسة جدا ان المخرج يكون هو اللي مشارك في تأليف المسلسل ده عشان يبقى فاهم المسلسل قويس وهينضم للجزء التاني من مسلسل موضوع عائلي نور اللبنانية الجزء الاول من المسلسل ده كان بيحكي عن إبراهيم وإبراهيم ده راجل في منتصف العمر بيعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيا وده طبعا بعد ما ساب زوجته ليلة ومن هنا بتبدأ أحداث المسلسل ومن المقرر بدأ عرض المسلسل ده على منصة شاهد بداية من العام القادم وبكده نكون تعرفنا مع بعض عن موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء التاني سيب لنا تحت في الكومنتات وكتب لنا انت تابعت المسلسل ولا لا؟ وهل لو تابعته المسلسل عجبك؟ ولا لا؟ وسلام شكرا